اشتركوا في القناة 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 ونفس الإيجابيين عن جد ناس حوالينا رشبت لقيون تحبانين في ناس ساتة خايفة من الزلزال وقصوا لنا هذه الإشاعات التي كتير عم نسمعها ما نعرف قديش رح تكون صحيحة يعني كل ناس عم تقول لك انه لا يمرق عشرة آدار هذا الشي دائما نحن وقت نكون هكي أمنين بالقضاء والقدر وعنا ثقة برب العالمين أكيد رح نقطاع على بر الأمان خلونا نبلش بهذا الصباح بكتير من الطاقة الإيجابية والإيمان بالقضاء والقدر خلونا نروح لفاصل وابلما نروح نيرمين لأول ضيوفنا ولأول مساحاتنا الصباحية سنروح لمدينة اللادئية ولأهلنا باللادقية لنشوف اليوم الفرق الجوالي بعدها مستمرة بالتشيك على حالة الأشخاص إن كان النفسية والصحية طبعا أكيد بكل المناطق المنكوبة إن كان بحلب وإن كان بحمى وبجبلة وباللادية ولكن اليوم تقريرنا من اللادية خلونا نشوف باقي التفاصيل الفرق الطبية والجوالة من مديرية صحة اللادقية مستمرة بتقديم الدعم الصحي والنفسي للمتضررين من الزلزال في الضحية الجنوبية باللادقية هدفنا بفريق التغذية كل الأطفال تحت الخمس سنين والحوامل والمرضعات للكشف والبحث إذا في حدا عنده سوء تغذية أو مقارب ليكون عنده سوء تغذية قبل فنحنا بنفحص نعمل مسح شامل لكل الأطفال منشوفهم متضررين وغير المتضررين توزعنا كفرق استجابة على المناطق الأكثر ضررا المناطق الأكثر هي احتياجا والأكثر تواجدا فيها للاحتياج سواء من ناحية الأطفال اللقاحات مواعدهم بتعرفي صار بجوز يصير فيه بوين بالاتجاه صار فيه تجمعات صار فيه خوفهم للتوجه للمراكز بسبب عدم الإحساس بالشعور بالأمان نحن هلأ حاليا في عنا حملة لقاح شلال أطفال وحملة أم آر وفيه كمان حملة شلال عضلة للأطفال من عمر ست شهور لعمر سنتين استجابة فورية لتقديم كافة الاحتياجات وتضافر للجهود للتعافي من آثار الكارثة وأولى مساحاتنا لليوم ستكون ضمن عالم الطفولة والمشكلات الأستولوكية اللي يعاني منها كثير من الأطفال خلال مراحل حياتهم نلاقي رشا في بعض الأهالي عن جد عندهم معاناة في مشاكل معينة عند أطفالهم بتسبب لهم الأحراج يمكن قدام العالم حتى بجول البيت ما بيكون مريح وهالمشكلات يعني هي بتعددة أكيد نيرمين المشكلات بالسلوكية خلينا نتفع بأول شي أنه هي منشأة يعني دائما الأخصائم بيقولوا أنه هي منشأة من البيت يعني معاملة الأهل كيف اليوم عم يتصرف مع الطفل هذا الشي بيأثر سلباً أو إيجابياً على الطفل إن كان باللعناد إن كان بالعدوانية مع الأشخاص لهم رح نحكي أكتر بهذا التفصيل ونعرف أهم المشكلات السلوكية ضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية عزيزة نورا سيبدي إليك سعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك كيف أهلا بيك سعد صباحك نعم نحكي اليوم عن الطفل ومعاناة في الأم عم نحكي أنا واكي تحتلونه دائماً الأم ونفسيتها المرشأ بالبيت هو خلينا نقول الأساسات الأولى بتربية هذا الطفل وبإنشاء نفسية إن كانت سليمي أو كانت غير سليمي خلينا نحكي اليوم عن مفهوم المشكلات النفسية مشكلات النفسية هي عبارة عن مجموعة من التصرفات أو فينا نقول الأشياء اللي بيقون فيها الطفل بتكون منافية للعادات والقيم الاجتماعية نعم هاي الشغلات اللي بيقون فيها الطفل بتكرار بتعمل قلق عند الأهل وتوتر وبتعمل كمان قلق عند المربي يعني لما يكون الطفل عنده مشكلة نفسية أو سلوكية أو تصرف خاطئ فهو ما هيطلق المعلومات سواء كان بالمدرسة أو التعليمات والتوجيهات والتنبيهات اللي هي بالبيت أحياناً الأهل بيحسوا مثلاً بيحراج إذا طلعوا مكان إذا راحوا عن ضيف إذا أجل عندهم طيف وكان عنده ابنهم مشكلة سلوكية فهنا دايما بيكونوا قلقانين ومتوترين من هاي المشكلة من بعد هاي المشكلات السلوكية في عنا العينات في عنا الضرب في عنا الكذب في عنا الخوف في عنا العدوانية في عنا مثلاً بعض السلوكيات إنه فرط النشاط قدم الأزافر هاي كلها يعطى مثل ما أنا التصرفات أكيد حتعمل توتر عند الأهل حتعمل قلق حتعمل عدم راحة والأهل دايماً بيضلوا ليش ابني عنيد ليش ابني ما بيسمع الكنمة ليش ابني بيخاف ليش عنده إنانية كذا كذا فنحنا هي هي تعريف المشكلات السلوكية طيب حضرتك زكرت بعض المشكلات يمكن أن هي الشائعة ويعانوا منها النسبة الأكبر من الأطفال خلينا نذكر كل مشكلة السلوكية وشو سببك؟ تماماً هلأ نحنا إذا أسمنا المشكلات كلها يعطى تقريباً بتنبع من طرف يا إما بيكون مشكلة سببه اجتماعي يا بيكون سببه مراضي يا بيكون سببه نفسي يا بيكون سببه بيئي نبدأ بالاجتماعي هلأ المشكلات الاجتماعية يا أما من الأهل من البيت نفسه يا أما من المدرسة أحياناً ما نشوف بالبيت مثلا بتقلك ابني ما كان عنيد بس لما أنا مثلاً ولدت أخوه صار عنيد هون المشكلة عارفنا شو سببه لما عارفنا السبب نحنا ما نصير شو نعمل نبحث عن السبب مشان نحله سبب المشكلة مشان نحله تمام بالمدرسة مثلاً هو صار عنيد صار خايف من المدرسة ليش نبحث ليش من روح المدرسة منلاقي مثلاً يا في استاذ عم يعنفه عم يخانه يا في طفل عم يضربه يا هو يخايف من مثلاً المعلومات عم تكون أكبر من ذهنه أكبر من مخه ما عم يقدر يستوعبه عم يخاف من حصة الإنجليزي عم يخاف من حصة الفرنسي فهي نحنا عرفنا شو سبب الاجتماعي يا من الأسرة يا من المدرسة والمحيط في عنا سبب مرضي يعني مثلاً في طفل بيكون الأهل مانون منتبهين هو عنده مشكلة بالسمع يقول لك عم نادينا عم نادينا ما عم ترد علي بيكون الطفل عنده مشكلة بإدانه وإنابيب بيكون فيه عنده مشكلة صحية بيكون مثلاً عنده نقص فيتامينات أحياناً يتعمل هيك شغلات فنحنا كتير مهم نعرف شو هو السبب لنعالج المشكلة في عندك ممكن بالبيئة الطفل مثلاً لمكانه هو موجود فيه منه مرتاح معم ياخد راحته باللهب مثل ما منعرف نحن الطفل عنده طاقة وهي الطاقة لازم ينفسها تمام فإذا هو ما كان مرتاح ما له مبسوط ما له عم يحرك ما له عم ياخد حريته فهون ممكن يصير عنيد ممكن يصير عدواني ممكن تقول الأم عم يخرب عم ينكت عم كذا عم يسمع الكلمة تمام ممكن يكون المشأ كمان من الأساس الأم لما تكون حامل بالطفل فهي بجوز هي تكون متوترة بجوز أكلة زعلة قوية صدمة قوية كان في مشاكل أسرية بينه وبين مثلا الأسرة بين زوجة فهي هي المشكلات فنحن لازم نعرف سبب المشكلة لحتى نعالج طيب الشيء اللي ذكرتي فيه خلينا نقول فيه شيء مشترك وعام بين الأطفال وخاصة اليوم عم نحكي بجيل تكنولوجيا يعني اليوم هذه الحالة عملت خلل بالأسرة يعني ولكن إذا حبينا هيك نضوي بشكل دقيق على الأعراض اليوم المدرسة والأهل هنون تشاركية بهيئة التربية يعني هم يكملوا بعضهم شون الأعراض اليوم أنا بتأكد أنه اليوم طفلي عم يعاني من هيئة المشكلات العموميات يعني صحي هلأ بالنسبة بالبيت أنا لما لقيت طفلي أنه هو صار عفوان منك عفوان أنه يبول بالليل هو ما كان وصار بعمر أكبر من هذه المرحلة لما شوف طفلي صار مثلا عم يقدم أزافره لما شوف طفلي صار مشتت مع مركز لما شوفه صار مثلا كثير حركة عدواني عم يضرب كل رفقاته عم يخاف كذا فهون بعرف أكيد أنه هو صار عنده مشكلة بالنسبة للمدرسة كمان الآن سيق أنه هي مثلا عم تعطي الدرس عم تعطي معلومة ممكن يكون من الأساس الطفل ما لون عم يستوعبه أو بيكون كان مستوعب ومميح صار لاحقا مثل ما قالنا هون بدنا نبحث عن السبب فهون لما هذا الطفل عم يتصرف تصرفات سواء هي من الأساس موجودة عنده أو ما كانت عنده وصارت عنده فهون بنعرف أنه الطفل عنده مشكلة سلوكية خلينا ننتقل للحال مع كل مشكلة الحالة نكون نصل معلومة بشكل بسيط للناس نبدأ مع مشكلة العناد التي يعانون مننا كثير من الأهالي وهذا العناد يترجم بكثير طرق منهم يريد شرعة معينة في السلوء أو في السوبر ماركت تجد الطفل صار بالأرض يريد هذه العناد ويوجد أهالي يكون حالة إحراج أو في الزيارة يريدون هذه القصة حيانا يكون في عناد في البيت ويتحول لحالة صريخ وبقاء كيف يمكن الأهل يتعامل مع المشكلة السلوكية التي يسمى العناد تماما أول شيء لا نريد نتصرف نفس تصرف الطفل يعني عندما الطفل يريد يريد يشغل لا لا أنا عاند لما أنا عاند الأهل هنا مراية للطفل تمام فأنا لما بدي يكون أنا عاند وأنا عم بحكي بحدة أو بصوت عالي أو بتوتر فأكيد أنا هذا سأكسه على طفلي فمن الأساس نحن لازم نفهم بالطفل بكل تروي بكل هدوء وما نستنفيز طاقتنا أبدا أنا أنت تخلي الطفل يمسكك مثل ما بيقولوا من الأيدي اللي بتوجعي طب لا شو تعمل شو تعمل تتركه وتترو أول الشي لا أنا بهدوء بتروي بفهمه أنه مثلا أنا أريد هدية أريد لعبة من الطريق تمام أنت عندك كثير ألعاب وحاليا ما في مجال أنه أنا أشتري لك بكل هدوء بكل تروي ما عصي ما يعني أني ضوج تماما ما قدرت أنه أنا قنع بهذا الشي برجع بقوله أنه أنت صاري بكي صاري بقع حالو بالأرض تقريب لعنده بكل هدوء بحافظ على رزانتي بحافظ على هدوء إيما وعصيب أنت حتى لو عصي بط حتى لو ضربت حالك حتى لو في أطفال بيخطوا راسهم بالأرض صحيح بحيات كذا أنت شو ما عملت فأنا ما لي قدري هلا أو ما لحق شتريك لاحقا لاحقا وبس أنت تغير هذا التصرف أنه لبعدك أنه أنا لحق شتريك ومننفذ مننفذ الوعد لاحقا تمام بس أنت بهذا التصرف حتى لو كنت أنا بدي جوب لك هدوء فأنا ما أجوب لك همشي حافظين حافظين على هدوءنا تمام نحافظين على رباطة جقسنا كما يقولون وفي كل هدوء نمشي نمسك الطفل ومنقومه ومنمكانه وما لماذا إذا عطينا ضمي إذا حطينا بيحضن إذا هذه تهدي الطفل وتجعله ودغري نغير الموضوع نغير الموضوع مثلا نحكي عن أي شيء بالطريق بالبيت عن شو عملت نغير يعني غيري لا تبقي بنفس النقطة متى ما ضليتي بنفس النقطة لا بدي لا ما بدك ما في كذا كذا فهون نحن عم نكون عم نعادهم مثل ما هو عم يعاندنا حيتم حيتصرف نفس السلوك خلينا هيكي بالوقت المتبقع خلينا نحكي اليوم عن أطفال صار عندهم وضع خاص خصوصا بعد 6 شباط بعد كارثة الززال الززال على هذا الخوف بحيث ما يتطور يعني نحنا نتراجع فيه تماما هلأ في عنا أهم شيء بالأسرة وبعدين منجي للمحيط الخارجي سواء كان الطفل بالمدرسة أو بيروح بيت جده أو أو هلأ أنه نحنا لازم بالبيت أهم شيء أنه نحنا نضبط حالنا وما نبين كثير للطفل أنه نحنا خايفين تمام يعني مثلا نخفف من متابعة الشائعات الأخبار ما نشوف كثير الشغلات التي تخوف التي تزعل وقدم الطفل مثلا من بعض الأهالي يبكوا ويا حرام وكذا وكذا فهي الشغلات أنا توترني فما بالك الطفل فهي شغلات كثير الأعظم نحنا نخفف منها ما نشوف الأخبار ما نشوف الإشاعات ما نهول الموضوع فهي أول بعض الطفل أو مثلا نحن ممكن بشكل مبسط لنشنح له ونبسط له المعلومة ثالث نعطي الطفل الثقة والأمان أنه الله سبحانه وتعالى شو ما كان كاتب للإنسان شو ما كان كاتب فهو ما بينقذ ولا بيموت غير بدقيقته بوقته بيساعده نعطيه الثقة نعطيه أنه دائما هو يتفائل نعطيه الخير أنه الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم ودايما يعطينا الخير والله يحب الأطفال وكلنا نحب الأطفال ونحن دائما خلي عنا ثقة خلي عنا أمل بالمستقبل وقال بالأخير مثل ما قالنا كاتب بيسير ثالث نعطيه بعض التعليمات لما نقول أنه في حال سمح الله بكل عدو في حال صار وسمعنا فنحن حديد ممكن أنه نحن نقعد فيها في عنا مثلا حيط كثير قاسي وممكن أنه نحن نوقف جنبه ممكن نجي ضغرينا عند ماما وبابا إذا كنا بالمدرسة نسمع مع منصرخ مع منعيط لأن نحن متى ما توترنا وصرخنا وعيطنا ما نعرف أبدا نتصرف يعني وكثير ما شفنا في عالم كثير رايحة بالزلزال من التدافش من التدافع هي عم تهرب هي عم تركت فهذا الشيء يسبب الزئر هو الذي أثر أكثر من الزلزال بحد ذاته فهون نحن لازم نعطي هذه التعليمات للطفل والطاني شيء أنه مثلا ننسي نلعبه نسلي نخلي يعيش حياته الشيء معي يعني مرأ مرأ خلاص نحن نصير نمشي هي حالة اليوم منهكة للطفل أنه يظل في أجواء الزلزال وتربط وقديش مهم هذا الحوار اليوم مع هذا الطفل ينفهمه هو صحي زلزال وكارثة طبيعية ولكن ممكن التعامل معه نشكرك كثير لوجودك معنا ولكن معلومات لقدمت شكرا لحضورك اليوم لكل المعلومات ودائما نحن نقول بطاقة الحب والعاطفي قادرين نتجاوز نحن كثير قصص بحياتنا شكرا إليك نحن مكملين نيرمين بباقي مساحاتنا الصباحية وقبل نروح لفقارتنا التانية نروح لغرفة الأخبار لنكون بموجز لأهم الأخبار السياسية والمحلية مع زميلنا أحمد كناني يسعي صباحك يا أحمد صباحك رشا وصباح الخير نيرمين ننتقل معكم مباشرة لموجزا لأهم الأخبار أهلا بكم حذرت اليونسيف من أن 3.7 مليون طفل في المناطق المتضررة من الزلزال يواجهون أخطارا متزايدة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة كاثرين روسل حذرت في بيان من الوضع في تلك المناطق بسبب الخطر المتزايد للأمراض المعضية التي تنتقل بالتلامس عبر المياه وعدم وصول العائلات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الأساسية مشيرة إلى أن الزلزال حطم أي شعور بالأمان لدى الكثير من الأطفال وكذلك العائلات الأكثر هشاشة أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين بحماية من قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وكالة وفاة فلسطينية ذكرت أن مستوطنين اقتحموا القرية بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السامة تجاه الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أعداء إيران ومن خلال إيجاد قضية تسمم طالبات المدارس يسعون لزرع اليأس بين أبناء شعبها وأوضح رئيسه في خطاب أمام أهالي بلدة خورموج بمحافظة بوشهر أنه أزر توجيهات خاصة لوزيري الأمن والداخلية للكشف والمحاسبة حول من يقف وراء هذه الأعمال مجيرا إلى أن العدو يحاول عن طريق الإخلال بالأمن في كل المجالات إثارة عمال الشغب في البلاد لكنه فشل حتى الآن بفضل تواجد الشعب في الساحة ومواجهته لمخططات العدو أكد وزير الخارجية الروسي سيرغلافرو أن الدول الغربية تمارس الضغوط على مختلف الدول من أجل تأييد فرض عقوبات على روسيا مشيرا إلى أن سياسة بلاده في مجال الطاقة ستكون نحو الشركاء الموثوقي بهم وقال لافروف خلال كلمة له في مؤتمر حوار رئيس سينا بالعاصمة الهندية نوديلهي إن المعاناة التي تعيشها شعوب العالم ليس لها علاقة بتحرك روسيا في أوكرانيا وإنما هي جراء العقوبات غير الشرعية التي فرضها الغرب على روسيا ختم ختم هذا المجاز والآن ننتقل إليك نيرمين وإليك رشا شكرا لا إلك أحمد وباقي نهار حلو لا إلك كما نحن مكمنين بباقي مساحاتنا الصباح إلى اليوم وقبل نروح لمساحاتنا الطبيع هنروح لتقرير صحيح رشا هنروح لتقرير نرصد من وقت ستة شباط هذا التاريخ المؤلم حالات كثيرة لأشخاص عاشوا تجربة الزلزال المؤلم وأكثر الحالات تكون إلامان رشا هنهم الأشخاص فقدوا كل عائلتهم وهم يكونوا لم تستطع هذه الأنقاض القضاء على شجاعة الطفل غيث ابن السبع سنوات الذي خرج من تحتها بعد أكثر من أربعين ساعة ليسرد لنا بتفولته وعفويته وعيناه المليئتين بالحياة ما حدث محمد السلام يا غيث نحن كثير انبسطنا وقت الانتطلاط كلياتنا كان موجودين وفي سوريا كلها مستطوات انت كنت فأطفال خير وسهلا سيبقى تحكيلي شو صبر معكم شو صبر معكم شو صبر معكم انتي والباب والباب كنا نيمين وفعنا صوت الزلزال ومطلعنا صرنا كبر ومزلت البناي ومعنا طبعت واي حضراء ومزل أبوي في أخواتي جنبي هيك أقرأ أكبر أنام بعد طالعوني أخذوني على مسفى الراضي بعد مسفى الدماء ومياموني هناك يأخذ وهذا بعد رحض عن بيت حمي شو صبر معكم شو حكيتو شو يمركي وقفت على الباب سننزل شو صار معك أبوي قال لي نزيل أنا أخي أنا لما خلد ما لينتزف هنا بني طب هذا هذا طب شو صار معك تحض تحض أخرا قرأت لك وطلع أبوي قدامي وجنبي أخوتي ومطلع والأبjas وطلعوني بعد أنا حوaley جربت كثير وكثير ولكن أيضا لا شي be أخر одного ماذا أنا ماذا نعم ولكن عنا نعم لماذا ماذا تفيد حأني الحمي أنا ينحب طلع لكم أخي طلع شر wherever ومطلع صوت أصرحي بعضين طالعوهم طالعوك؟ وقت اللي طالعوك، شو حسيت انت؟ بسرعة حسيت بفرحة؟ نعم نحن كلها تنفرح نوقت اللي انت طالعوك انت شون صحتك؟ شون صحتك؟ الحمد لله صحت تمام؟ نعم شو بتقول العالم اللي اشتغلت وتعادل؟ الله يطلعوا فيه وكانت كل العالم يعني كل العالم كانت عم تشتغل لتطلعت وقت اللي سمعوا انه فيه ولا توم اسمه غيس وكل ومشاطر هاي انت؟ كل العالم صحتك تشتغل لك ما تطلعون؟ الله يطلع العافي و الله يرحمه أبي ويني خلا يا كشو توقت تنت تحت الأنقار تبلدشي أربعين ساعة؟ تبذكر شو تبلدت تحت الأنقار؟ بذكر ساعتين مص تبذكر ساعتين مص طيب نمتشي نمت بحك؟ لا نمت نمت؟ نمت؟ كيلي شو صار معتها؟ نمتشي عشر مرات نمتشي عشر مرات؟ 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 كنا أنا بأخوه كنا عمضب لاني كنا بيوم دفسه قبل بليلة يخذين تلابنا نودينا بمدرسة جهزنا كل شيء راح وكل يتم بقى بالبيت يقرأ قرآن كتير وصلوا كل الصلاوات وبعدها يقرأ قرآن كتير خصوصا لما نحكي نحن عن الأهل ولكن يا رب هيك يلاقي الاحتضان المناسب ويبعث له أحلى الأيام إن شاء الله نيرمين لهذا الطفل ولا غيره من الأطفال بالمحافظات السورية للأسف شفنا نماذج وصور كانت موجعة بالنسبة لأنه شفنا كتير أطفال فقدوا أهليون اليوم قد ما قدمنا عنهم وقد ما كانت كمية الحب والحنان كبيرة من كل الأشخاص اللي حوالين ولكن بيظل الأب والأم والعائلة هي شيء خاص بحياتنا فمنقول هيك يا رب يبعث حناين لهدول الأطفال وتكون أيامهم حلوة وتعويضية عن الأيام اللي مرأت بحياتهم وهلأ وصلنا لمساحتنا الثاني بصباحنا لليوم وحنفردها لمساحتنا الطبية وحنحكي عن أهم المشاكل الوعائية اللي بتصيب القلب دائما بنسمع بأنه أمراض القلب هي عم تكون السبب الأول للوفاة وهذا الشي حسب دراسات طبية عم تكون معدل كتير مرتفع بسبب الأمراض القلبي اليوم رحيك نفرد المساحة أكتر لنتعرف شو هي أهم الأمراض الوعائية كتير بنسمع موجودة عند الأشخاص وتختلف الأسباب من شخص لشخص صحيح رشا رح نعرف دمنا مساحتنا الحالية شو أول شي نتعرف شو هي الأمراض القلبية الوعائية شو أسبابها وكيف ممكن أن نعالجها مع الدكتور حسن إبراهيم اختصاصي بأمراض القلب واجه راح تعيسها تصباحك دكتور أهلا وسهلا لك سيد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين ولكل بلدنا صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك اليوم عم نحكي عن نقطة تصحة بالجسم الإنسان وهو خلينا نقول دينيومو تبع الإنسان يعني وللأسف دراسات كتير أكدت أنه أسباب الوفاة عم تكون هي سبب الأمراض القلبية بمختلف أنواع اليوم هيك حبينا نفرض هيئة المساحة للمشاكل الوعائية والأمراض الوعائية اليوم هيك حبينا نبسط المعلومة شو هي هيئة المشكلات وكيف ممكن نحنا بنقدر نوصفها لا شك أنه في عنا بالقلب أوعية القلب هو بيضخ الدم لكل أنحاء الجسم عن طريق شرايين وبيرجع هالدم من كل أنحاء الجسم سواء من الدماغ أو الطرفين السفليين أو من القلب إلى القلب لحتى يتروب الأكسجين مرة تانية عن طريق أوردة فنحن في عنا أمراض بتصيب الشرايين وفي عنا أمراض بتصيب الأوردة خلينا نتغاضى شوي عن أمراض الأوردة ويلي هي قليلة نسبيا ويلي أهمها هو الخثار يلي بيصيب الطرفين السفليين وهذا الخثار يلي بيصير عادة نتيجة الاستلقاء المديد أو ظروف معينة بيكون في تأهب للخثار وهذا خطورته تكمن في أنه إذا انطلقت خطرة من الأوردة إلى القلب رح تساوي لنا صمة رئوية والصمة الرئوية غالبا إذا سكرت الشريان الرئوي وكانت كبيرة ممكن تودي بحياة المريض لكن الأهم من هالشي هو الأمراض يلي بتصيب الشرايين شو هي الأمراض يلي بتصيب الشرايين أو الأوعية الشريانية الأوعية الشريانية هي اللي بتنقل الدم وبتنقل الأكسجين سواء للدماغ أو للقلب أو للطرفين السفليين أو للكليتين شو هي هالأمراض يلي بتصيب هاي الأوعية أو هالشرايين أو شو هو المرض الأساسي؟ بصراحة المرض الأساسي هو تصلب الشرايين الشرايين هاي عادةً لها بيطانة تعمل بشكل جيد تنقل الدم بشكل جيد تنقل الأكسجين عن طريق الدم بشكل جيد لما يصير سوء عمل في بيطانة هالشرائين هنا راح تبلش عنا المشاكل شو هي المشكلة الأساسية اللي بتصيب بيطانة الشرايين هي التصلب العصيدي ليش بيصير التصلب العصيدي وشو هو التصلب العصيدي؟ التصلب العصيدي بيصير فيه تكلسات في بيطانة الشرين من جوه هاي التكلسات التي يجد اندخال الكوليسترول وخاصة في عنا نوع من أنواع الكوليسترول يلي هو الـ LDL الكوليسترول يلي هو الكوليسترول يلي ذرته صغير يلي منخفض الوزن الجزيئي فهي لما تندخل في البيطانة ويتوضع عليها الكوليسترول بتبلش تضيق الشرايين شوي شوي طب شو هي العوامل يلي بتساعد على التصلب الشرايين لا شك أنه نحن عوامل كتير بتساعد على التصلب الشرايين أهم هذه العوامل هو التدخين السقائر الشغلة الثانية التناول الكحول بكميات مفرطة وكميات كبيرة وهو سواء سيء سواء بيكان كميات كبيرة أو كميات صغيرة من بين هالعوامل هاي ارتفاع الشحوم الثلاثية والكلسترول من بين هالعوامل البدانة وقلة الحركة وحياة الخمول والركود يلي بنشوفها خاصة في هالوقت عند الناس اللي صاروا يعني على الموبايلات أكيد 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 من بين هالعوامل هاي في عنا مرضين كتير شائعين وكتير مهمين وهدول نحن ضبطهم ممكن يكون بأيدينا يلي هننا الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني من بين هالعوامل في كتير عوامل بصراحة يعني فيه شغلات نحنا ما بنعرفها الوراثة أحياناً بتلعب دور لما يكون فيه تصلب شرايين عند الوالد والوالدة والأخوة والأعمام نحنا عم نشوفها الشيء أكتر إذن المرض الأساسي اللي عم يصيبها الشرايين ويخليها تتضيق بشكل منتشر ضمن هالأوعية هو التصلب يلي تناتج بسبب هدول العوامل يلي هنن عوامل الخطورة في شيء ما ذكرناه يمكن الذكورة واحدة منهن نحن السيدات عادة ما بيصير عندهم أقل إنه هرموناتهم بتحميهم أما الذكورة هي واحد من عوامل الخطورة دكتور حضرتك ذكرت مرض تصلب الشرايين فينا نعتبره هو أشهر أمراض القلب الوعائية تماماً شيوعان وفي أمراض تانية خلال نتعرف عليها كمان بالتأكيد هو الشائع وهو يلي بيخرب بطانة الشرايين من جوه وهو يلي بيخلي الدم ما بيمشي بشكل جيد وهو يلي ممكن يضيق الشرايين شوي 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 وتكون التضيقات عادة بنسب مختلفة وأسوأ شيء إذا سادت هاي التضيقات عن 60-70% في الشريان فبتلاقي المريض بيصير يشكي من أعراض نتيجة تصلب الشرايين حكيم طالما ذكرت شكوى والأعراض اليوم كيف نحن قادرين شخص المرض عند الشخص ونقدر نحدث شو نوع المشكلة الوعائية اللي عم بيعاني منا الآن طالما التصلب هذا بيصيب كل الشرايين فممكن نشوف نحن الأعراض يلي عم يغذيها هذا الشريان المصاب بالتضيق على سبيل المثال يلي هو أهم عضو في الجسم يلي هو العضلة القلبية والدماغ العضلة القلبية وقت يصير فيه تضيقات وتصلب فيه شرايين المغذية أو المروية للعضلة القلبية هاي التضيقات حسب شدتها ممكن المريض في المرحلة البدائية أو بالمرحلة الأولى يشكي من آلام خناقية الآلام تبدأ عادة في منتصف الصدر تنتشر إلى الذقن تنتشر إلى منتصف الظهر أحيانا نشوفها بالشرسوف أحيانا تنتشر إلى الطرف العلوي الأيمن أو الأيسر وهي الآلام الخناقية بتزيد على المشي والتعب والجهد أو على الاسترس والشدة النفسية والتعصيب والزعل وتخف عادة بتناول الأدوية اللي بتوسع هالشرايين اللي هي النتروغليسيرين الآن إذا كان فيه شرايين أخرى مصابة بنشوف الأعراض الموافقة للشريان اللي عم يغذيه العضو على سبيل المثال إذا كان عندي تصلب أو تضيق شديد بالشريان اللي رايح للدماغ هذا الشريان إذا سكر رح يساوي لي فالج ممكن يساوي لي خذل أو ضعف في الإيد أو الرجل أو ممكن يساوي لي عسرة بلع أو حبسة كلامية فجأة ما عاد بيقدر يحكي المريض وممكن يساوي لي أحياناً فالج كامل إذا هالتضيقات كانت في الطرفين السفليين ممكن تساوي لي شيء اسمه عرج متقطع بتلاقي المريض لما تضيق شرايين رجله ممكن يمشي 100 متر بيحس حاله عم يتعب ما عاد يقدر يمشي بيضر يرتاح لحتى يقدر يتابع المشي مرة تانية فالأعراض كلها تتعلق بالعضو يلي عم يغذي الشريان المصاب عادة ما ناتا اليوم حكيم هي العراض ما أنا عم فينا نقول مثل ما ذكرت حضرتك يتعلق بالعضو يلي عم يغذي القلب يعني يوم نقدر نميز نحن بين عارض وآخر ونقدر نحدد المشكلة يعني تماماً تماماً دكتور خلينا نحكي اليوم عن كيف ممكن نكشف المرض هل هو يعني الفحص السريري ومتابعات الأعراض ممكن نحن نكشف حالة هيئة لتضايقات أو تصلب الشرايين أم في تحاليل معينة أم موضوع القفطرة القلبية اللي نعرفه يعني بيكشف كل الأزيات الموجودة بالقلب الآن لحتى نحن نتأكد أول شي التشخيص لا يكون لا شك أنه الأعراض السريرية هي اللي رح توجهنا لحتى شو الاستقصاءات اللي لازم نساويها فنحن إذا كان على سبيل المثال في تضيقات في شرايين العضلة القلبية وكانت لألام خناقية ولا تعنوا على العلاج الدوائي وقتها نحن لازم نلجأ إلى القفطرة القلبية لحتى نصورها شرايين ونشوف يعني مدى شدة التضيقات وشو طريقة علاجها هلأ الشرايين اللي رايحة لدماغ أكيد الإيكو رح يساعدنا في تضيقات الشرايين السباتية وحتى في تضيقات الأبهر وشرايين الطرفين السفليين لكن بالنتيجة التشخيص الدقيق رح يكون بتصوير هذه الشرايين سواء بحقن المادة الضليلة ضمن هذه الشرايين أو سواء بالتصوير الطبق المحوري أو الرنين المغناطيسي أو التصوير الطبق المحوري متعدد الشرائح لحتى يفرجينا وين موجودة هالتضيقات وهو التصوير رح يساعدنا في طريقة حلها فسواء كانت في الطرفين السفليين في الحرقفين هاي الشرايين ممكن تتوسع بشبكات أحيانا قد نلجأ بالعمل الجراحي لحتى نبدلها الشرايين إذا كانت بالشرايين السباتية اللي رايحة لدماغ هاي ممكن تتوسع أيضا بشبكات وممكن نحن نلجأ للجراحة لتبديل هذه الشرايين أما شرايين العضل القلبية وهي الشغل الأهم فالتصوير هو اللي رح يفرز لنا ثلاث حالات الحالة الأولانية إذا كانت التضيقات خفيفة وكان في بطء جرايان ضمن هالشرايين وكانت الشرايين عصيدية بشدة وكانت بطانة هالشرايين مريضة وغير قابلة للجراحة أو للشبكات فهدولة عادة بنحطهم على علاج دوائي وهي الشرايين لها منظر معين وخاصة المرضى اللي مصابين بالداء السكري أو المرضى اللي عندهم LDL كوليسترول عالي أو المرضى اللي هنين بيتناولوا كحول بكميات كبيرة أحياناً بيكون التضيقات ما هي كتيرة ممكن يكون تضيق واحد ومحدد وفي شرايين معين وكان التضيق شديد فهذا ممكن إصلاحه بشبكة نحن ممكن ننفخ شبكة في مكان هذا الشريان والشبكة بتكون محمولة على بالون بنسحب البالون وبتفتح الشبكة وبيفتح الشريان وبتروح الأراضي نهائياً أحياناً تكون التضيقات شديدة جداً والتضيقات متعددة وتشمل شرايين كبيرة وخاصة الجذع اللي بيغذي البطين الأيسري اللي هو شريان الحياة في هالحالة نحن مضطرين نلجأ للعمل الجراحي القلب المفتوح ونحاول نبدل كل هالشرايين بشرايان الثدي الباطن وناخد أوردة من الرجل على شكل مجازات ناخدها من الأبهر لها الشرايين ذكرت حضرتك أعراض ولكن اليوم هيكر ما لنفصل أكتر بالقصة في شي تشابه بين هذا المرض ومرض آخر يعني نحنا نسمع أنه الكولون العصبي بمكن يحمل بعض الأعراض يفكر شخص أنه عنده مشكلة بالقلب عنده ضغط على قلب نفسه ديق ما عم يقدر وقتل بيمشي بيتعب يعني هون هدول الاختلاطات ممكن يكون في تشابه بالقصة؟ أكيد لكن نحنا فينا نميز لو رحنا للألم الصدري فينا نميز الألم الصدري القلبي من الآلام غير القلبية بصفات الألم الألم الصدري الخناقي هو ألم وصفي ألم يزداد بالجهد يخف بالراحة وتناول النيتروغليسيريني اللي حكينا عليه ألم احتشاء العضلة القلبية هو ألم شديد في متصف الصدر ينتشر إلى الذقل للطرف العلوي الأيسر الألم يستمر أكثر من نصف ساعة يترافق الألم أحياناً بتعرق شديد بغثيان بنواب غشي فقد وعي ألم وصفي تمام المريض بتلاقي عم تلعي نفسه عم يتعرق من بين الألم القلبي هم أعراض جلطة يعني هي أعراض الجلطة وتسكير الشران والاحتشاء هذا الألم يجب دائماً نحنا كل ألم صدري نحمله على محمل الجد لأن الخطورة على الحياة تكمن في هذا الألم لكن هذا الألم يمكن تميزه بسهولة عن الأسباب الأخرى للألم الصدري نحنا ممكن نشوف الألم الصدري على سبيل المثال في الآلام الضلعية القصية هاي آلام واضحة بتلاقي المريض لما يأخذ نفس أو يحرك إيده أو يرفع إيده بتلاقي بيزيد الألم على حركات جدار الصدر الألم ما بيشير بإيده بيشير بأصبعه بيقول لك يا دكتور عندي نغزة بصدري هون هذا قولاً واحداً ما هو ألم قلبي في عنا آلام قد تنشأ من الرئة الناس اللي عندهم على سبيل المثال انصباب جنب وعندهم سعال بتلاقي دولين يمبين أنه هذا الألم هو من منشأ من الرئتين والجنب وليس له علاقة بالقلب في عنا آلام أحياناً قد تكون بتشنج المعدة أو الكولون بتلاقيها عم تطلع لفوق الصدر وعم تساوينا هذا ما هو ألم قلبي أحياناً في عنا الناس اللي عندهم بحص بالمرارة فعلى أكل الدهون والدسم والزفر يصير عندهم ألم في المراقل الأيمن ينتشر إلى الكتف الأيمن أو إلى منتصف الظهر أو بيزنر المريض تلاقي هذا الألم يمبين بيزيد على أكل الدهون والدسم والزفر وقت نشيل المرارة بروح الألم ففي أسباب كثير للألم الصدري على سبيل المثال يعني يمكن تمييزها بسهولة من خلال صفات الألم عن الألم القلبي لكن على كل الأحوال أنا التوصية اللي بدي أقولها أنه كل ألم صدري كل ألم من السرة إلى الذقن يجب دائماً نحمله محمل الجد وما نستهتر فيه ونراجع الطبيب لحتى نتأكد أنه هذا هل هو ألم قلبي ولا لا مجرد ما عرفت أنه ألم غير قلبي أنا ما عاد خاف على المريض لكن الخطورة على الحياة تقمن في الألم القلبي المنشأ دكتور للأسف عم نشوف كثير حالات مؤخراً اليوم عن وفيات للشباب نحن نسميه الموت المفاجئ ويمكن يكون له علاقة ببعض أمراض القلب قلنا نحكي عن أمراض القلب الوعائية إلى أسباب بحالات الموت الفجائية وخصوصاً نحن هنا عم نحكي عن فئة الشباب في الواقع كانت الأمراض القلبية وأمراض القلب الوعائية تشاهد عند الناس الكبار بالعمر يلي عمرهم فوق الخمسين ستين سبعين سنة بسبب تصلب الشرائم بسبب نمط الحياة بسبب عوامل الخطورة يلي حكيناهن قبل شوي بسبب تطور الحياة وبسبب سوء التغذية يلي صرنا عم نشوفه بسبب التسمم يلي صرنا عم نشوفه والعادات السيئة مثل تناول الكحول والتدخين يلي صارت أعمار صغيرة عم تدخن بسبب هالشي هاد صرنا نشوف تصلب الشرائين وتصلب الأوعية والأمراض القلبية الوعائية صرنا عم نشوفها عند الاصغار بالعمر فصارت هالعوامل هاي كلياتها تؤديلي إلى تضيقات في الشرائين هالتضيقات هاي على أقل توتر أو شدة نفسية أو تعصيب ممكن تساوي لي أزمة قلبية وتروحه للمريض صرنا نشوف الوفيات بسبب الاحتشاءات بأعمار صغيرة بسبب تصلب الشرائين وهالمرض يلي صرنا نشوفه نتيجة تعقيدات الحياة وتطور الحياة وتطور سوء التغذية وتناول الأطعمة الغير صحية فنحن صرنا نشوفها هاي بأعمار صغيرة صرنا نشوفها بأعمار بالعشرين والخمسة والعشرين والثلاثين سنة هلأ بجوز نحن نشوف وفيات بأعمار أقل من منشأ قلبي لكن هاي الوفيات قد لا تكون بسبب الأمراض القلبية الوعائية قد تكون بسبب مرض موجود بالأساس عند الطفل على سبيل المثال طفل عنده تشوه قلبي من الطفولة مثل أمراض القلب الولادية بجوز يكون في عنا تضيق أبهري بجوز يكون عنا اعتلال عضلة قلبية ضخامي ساد على جهد شديد بتلاقي الطفل فجأة وقف ألبومات فهدول أو بسبب هرموني أو بسبب تسمومات معينة قد تكون هذه ليست بأمراض قلب وعائية لكن أمراض القلب الوعائية صرنا في العصر الحديث عم نشوفها في أعمار متدنية جدا بسبب العوامل اللي ذكرناها دكتور حسن دائما نحن منقول أنه هذا الفحص السريري بكل فترة يمكن بيوفر رحلة علاجه كبيري عن كان على المريض وان كان على الحكيم واليوم نحن للأسف لسبب الأزمة الأخيرة اللي عم نعيشها شفنا حالات من الموت الفجائي دائما الحالي نفسي أكيد إلى أسبابها واليوم قد ما حاولنا نكون شوي هادئين وشوي عقلانين ولكن اليوم الظروف عم تغضب الأشخاص فاليوم نحن معزورين أو الأشخاص معزورين حملنا فوق طاقتنا فنتمنى الصحة والسلامة للجميع ونتشكر حضورك دكتور وشكرا لإلك شكرا كتير لكم نتمنى السلامة والشفاء والعافية لكل مرضانة اللي سواء نطلعوا من الأزمة الرهيبة اللي يعانينا منها خلال شهر شباط أو الناس العاديين إن شاء الله يا رب أكيد الصحة والسلامة لكل الناس وتظل النصحة الذهبية لدائما من كل أطباء القلبية بيوجهوها ما نهمل أي عرض بخص القلب ودائما توجه للدكتور شكرا كتير لك دكتور أما هلأ رح ننتقل رشا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير تحت عنوان التأهيل الإداري والمهارات القيادية أقامت محافظة دير الزور دورة تدريبية لرؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية التفاصيل ضمن التقرير التالي تحت عنوان التأهيل الإداري والمهارات القيادية أقامت محافظة دير الزور دورة تدريبية لرؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية الجهة المستهدفة هي الرؤساء الوحدات الإدارية تتضمن عدة محاور خلال ثلاثة أيام التي هي عشر ساعة تدريبية أهم المحاور هي المحاور المالية والمحاور القانونية والمحاور الفنية وهناك أيضا مهارات قيادية يتخلل هذه الدورة زيارة ميدانية على مجلس مدينة دير الزور للتعرف على الأقسام بشكل الواقع حدثنا اليوم عن أهم الموازنات الموجودة التي هي الجارة والاستثمارية والموازنة المستقلة بالنسبة للإحداث الإدارية وكيفية عقد النفقة وكيفية تنظيم أمر الصرف أنواع الموازنات كيفية الصرف كيفية تنظيم أمر الصرف كيفية تحويل المبالغ كيفية طريقة التي نحن نوجد إرادات لمشاريعنا المشاركون نوهوا بهذه الدورة التي اطلعوا خلالها على العديد من المواضيع التي تتعلق بعملهم كنا نجح الكثير من الأمور استفدناها الآن من خلال الحوار والنقاش حيث نعرف الوحدة الإدارية ما لها وما عليها في الجانب المالي وإداري وتعلمنا نقطة وهي أن القائد قاد والمدير مدير استفدنا الكثير من هذه الدورة القيمة وكسبنا معارف كثيرة ونحن بدورنا سنقوم بدورنا بنقلها إلى وحداتنا الإدارية ونحن كرؤسة وحدات إدارية جدد وجدد على العمل بحاجة لهذه الندوات التي لازم تعرفنا على طبيعة عملنا وتطوير وحداتنا الإدارية بالشكل الذي لازم يكون ننهض به للواقع يكون أحسن وأفضل الدورة تهدف لتوسيع وتعزيز معارف العاملين في الوحدات الإدارية بما يتعلق بالعنظمة والقوانين الإدارية والمالية براهيم الظلي الإخبارية السورية ديرزور بلشنا صباحنا نيربين وحكينا عن ضرورة الإيجابية بحياتنا وقديش نحن مهم اليوم نبحث على الأشخاص الإيجابين بحياتنا هدول الأشخاص اللي دائما بيثنوا على جهودنا ولو كانت شي بسيط يعني دائما دول الأشخاص بيعطونا دفع للأمام الأشخاص اللي دائما ما بيستهنوا بالقدرات اللي يعني الأشخاص اللي دائما بيقولونا برافو وللأمام يعني قديش اليوم نحن منفتقد هدول الأشخاص بحياتنا صحيح راشا يمكن طبيعة الحياة اللي عم نعيشها والضغوط عم تخلي أغلب الأشخاص المحيطين فينا يكونوا سلبيين ونحن ما فينا ننكرحانا كثيرا نسحول أشخاص سلبيين ويعني دائما لما نحكي عن السلبي دائما كلمة القلق بتترافق مع هاي الكلمة وهذا الشي ما نقلق بكلام عبث قديش منشوف هذا الشي عمينا نعكس على أجسادنا على صحتنا على نفسيتنا حتى على قدرتنا على أداء مهامنا اليومية أتكيد نربينو خاصة بالفترة الماضية يعني مثل ما قلتي نحن فترة من الفترات يعني بس القصة أكيد مو بيدنا يعني دائما لنفس الطبيعة ونفس البشرية يعني بتتأثر بالظروف اللي عم نعيشها مرأة الأزمة اللي ماضية كانت سلبية على الجميع هاي السلبية صدرت الخوف وصدرت الآثار السلبية إن كان للأشخاص اللي هنن كانوا بقلب الحدث أولى لنا بشكل عام أدي اليوم السلبية بتأثر على مسار الحياة وبتأثر على كل الأهداف اللي نحن ممكن نرسمها بحياتنا ونروح للفشل هاي الفشل يعني الحالة كلمة كتير بشعة وكتير صعبة وكتير لحنا اليوم لازم نبعد عنها ولو بهدول الأشخاص الإيجابيين بدنا الصائح الحلوة بحياتنا صحيح علشان نحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بسعدنا أن نرحب بمدربة التنمية البشرية رائدة بعقر ليسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الأمل والتفاؤل الله يبعد عننا السلبية يا رب ونكون في سلام وأمان بإذن رب العالمين آمين نسعد صباحك وصباحك خير والجبران خاطر دائما يدفعنا كمان للأمان وقت من أول سلبية وطاقة سلبية نحن عم نربط اليوم الخوف من كل شي وقت الإنسان بنصاب بالخوف الآن الخوف نحن بنقول هو شغلة فطرية وطبيعية ولكن في حدود بتعدى الطبيعة وبيروح للتأثير السلبي على المستقبل وعلى الشخص نفسه وعلى الأشخاص الموحيطين أدي اليوم التأثير الخوف والسلبي مع بعض؟ طبعا أنا بدي وجه شغلة كثير مهمة أنه أعرف مصدر هذه الأفكار السلبية اللي عبت يصير عندي هي الأفكار السلبية أعرف مصدرها أعرف نوعيتها نمطها طبعا نحن الأحداث اللي عبت يصير معنا منا سهلة أبدا وظروف اللي عبت عينة هي كلها ياتا دافع لأن حتى تكون عندي هذه السلبية أو هذه الأفكار السلبية في قانون دائما بيقول ما تكرر يقرر عليك فأنا وقت دائما بعيش هذه الصورة المأساوية وهذه المعاناة وهذه المشاهدات اللي دائما عم شوفها على التلفزيون والأحداث اللي عبت تكون والألم كلها ياتوا عبت سبب لنا دوافع فنحن لازم نعرف هذا التأثير إن كان تأثير داخلي أو كان تأثير خارجي أمرار كتير بيكون التأثير نتيجة هذه الدوافع السلبية هي نابع من ذاتك أنت عايش بالماضي نتيجة الماضي اللي أنت عايشتيه فهذا الماضي المقلق والمستقبل المقلق فأنت دائما عبت حيدي وعبتزرعي بينك وبين نفسك هذه المشاعر السلبية اللي عبت خليك دائما بتوتر وقلق فلذلك نحن غير المصادر الخارجية من تلفزيون ووسائل العلم كلها ياتوا عبت خلينا نحن بهذا النوع من السلبية المحبطة والملل والأحباط والفشل والأخرين من هالأمور اللي عبت خليني أنا دائما فيه مشاعر ألم وحزن معاناة فلذلك نحن يجب علينا أن نعرف هذا المصدر ونحاول قدر الإمكان نسلط الضوء عليه ونحاول أن نراقب هذه المشاعر بوعي لأنه عدم الوعي بصير عندي كبت وقت بصير عندي كبت لهذه المشاعر بصير عندي مرض عضوي وجسدي فبيؤدي إلى أشياء كتير بجسد الإنسان فنحن لازم طرد هذه المشاعر السلبية كما قلت حضرتك لأنه كتير بتأثر علينا كيف أنا بدي أطلع من هاي المشاعر السلبية اللي عب شوفها التنفس معلش التنفس ثم التنفس وقت أنا بتنفس وفعمل استرخاء لهذه الضوابط النفسية اللي عب تصير معي أكيد هذا الشي رح يساعدني أضبط نفسي أضبط مشاعري بالتالي فأنا وقت بتنفس عب خلي هؤلاء المشاعر تطلع أكيد نحن الأفكار بتولد لدانا مشاعر والمشاعر بتولد لنا سلوكيات فكما تفكر طبيعي أكيد ما بصير خاصة ضمن الضرف اللي عمل بيش تماما يعني إحنا المو طبيعي إنه ما نتأثر تماما لازم نتأثر وطبيعي إن نتأثر بس يكون في توازن الحياة بدي توازن معلش بدي أرفه وتشغلك الشي اللي بتركزي عليه بيزداد كل ما زدتي أنت مشاعر سلبية صحي كل ما زاد هذا الشي طيب صار معنا هاي الظروف أنا بقلك كتير قاسية ومنها سهلة وكتير صعبة لكن أنا إذا بدي ضلني أقعد نوح وجوح وأبكي أنا عابد لب المزيد لا خليني أقعد حول هذه الطاقة وهي الطاقة اللي السلبية إلى طاقة إيجابية طاقة محبة طاقة امتنان طاقة شكر طاقة افهم الرسالة منها طبعا إحنا لازم نكون وعيين تماما لهالمشاعر هاي هاي المشاعر اتقبلها بالدرجة الأولى ما قاومها لأن إذا أنا قاومتها بترجع تنعاد مرة تانية اتعلم منها درس مشان ما يتكرر الدرس وقت بقاومها رح تضل تجيني وتتكرر لحتى أنا اتحرر منها بشكل كامل إذا اتقبلها اتعلم منها سامح وقت بسامح بتخف هاي مشاعر البغض والألم والحزن تالي أخ شي امتن إلا في رسالة من وهي اللي وراء المشاعر السلبية ما أجت هيك مشاعر السلبية أمرار كتير بتنقلب لإيجابية بتخليني غير بحياتي معناها لازم تكون بتغيير ما احتوي هذا الشعور شوف شو التغيير اللي لازم أعمله أنا حتى أطلع منه وحيكون أنا بسلام مع نفسي عدم الوعي لهذا المشاعر كارثة عدم القدرة على معرفة حقيقة الكاملة لجواتك كارثة نحن منلاحظ حتى الأطفال هلا بهذا الوضع بتوتر وبيقلق هلا بدأ يصير هيك هلا بدأ يصير ما بعرف نحن لازم نخليهم يطلعوا من هذا التوتر سواء كانوا كبار أو صغار خصوصا الطفل لنعلموا أنه يعمل ارتخاء بدل ما أنا حطلوا مناظر تلفزيون وقعد أنا أبكي لا بتاعنا نعمل استرخاء نحط موسيقى نطلق محبة امتنان هدوء لشي اللي عبي يحصل حتى ما يزداد بحياتنا غير أفكارك تتغير حياتك يتغير الكون وقت أنت بترتاحي برتاح الكون معك وقت أنت بتكوني بسلام رحب بلاي أما نقعد نحن نزيد المأساة أكيد هذا ما نصح أبدا كتير رحل نقول أنه قداش حلو نكون محاطين بأشخاص إيجابيين ولكن نحن يعني دائما بحياتنا بطبيعة الحياة نحن لازم نكون أشخاص يمكن الإيجابيين يعني في إخواتنا في رفقاتنا بيكونوا مدائيين نعم بيعانون المشاكل أو مشاعر سلبية وحالة من القلق فنحن منقلهم نروي قبل العشرة بتكون طول بالك إلى آخره منلاقي يقول لك أنه أنا كيف بدي يعني روحي المشاهر السلبية أو كيف أنا بدي يروح هذا القلق وهي معنى كبسة زر طب نحن شو مقدر من نسوي له دول الأشخاص هلأ في عندي عدة تقنيات عندي تقنيات نفسية وعندي تقنيات حركية حول هذا التوتر إلى حركية قوم ابكي عيط دونها على ورقة اكتبها شوف شو هاي المشاعر السلبية لمن وين إجتني حدد نوع هاي المشاعر هل هي مشاعر استحقاق هل هي مشاعر حب هل هي مشاعر غضاء شو بدي أنا لأنه كلها أنت كما في الداخل في الخارج إذن اضبط هاي المشاعر في كتير تقنيات اطلع ألعب رياضة للأطفال أنا معلمتهم أن يحملوا طابة يشدوا عليها يعملوا شيء المهم أنهم يحيدوا العقل أنه هو يطلع من هذا التوتر إلى أشياء حركية قوم يحضني حدا قوم يبسي قوم يضمي المهم أنك أنت تطلع من هاي الحالة ما تضلع بجسمك وصير في عندي تراكمات وصير عندي أمراض نفيجة هذا الشيء لأنه لازم تقبل وإذا ما تقبلت رح ترجع تنعاد مرة تانية وثالتة ورابعة قلنا أيو لأننا نحنا بالحياة أخيار نحنا أختبار إذا ما تقبلنا هذا الاختبار صدقيني الكون رح يرجع يبقايد لنا مرة تانية ونرجع نعمل أختبارات بأي صعيد من الحياة سترا إيدا يمكن هلأ أي حدا عم شوفنا اليوم ممكن نحنا نتعرض للانتقاد أنه نحنا بضمن ظروف عم نعيشها حاليا ومرأنا بأزمة كتير كبيرة كان في وفيات كان في خراب بالبناء التحتية وكانت كارثة كتير كبيرة على سوريا يمكن اليوم الناس تقول أنه نحنا عم نحكي بعيدا عن الشيء اللي عم يصير ولكن نحنا بضمن الكارثة نحنا عم نحكي اليوم عن الخوف والقلق اليوم كيف نحنا قادرين نحنا نعمم هذه الثقافية اللي حضرتك عم تحكي فيها يعني اليوم نحنا كيف أنا كيف أنا قادر اليوم أشخاص عايشين القلق بشكل كان مباشر وعايشين الخوف وأثر هذا الشيء على شخصيتهم وحياتهم ونفسيتهم ومحيطهم وكل شيء بحياتهم أنا كيف اليوم بدي أقعدة نفس وسمع موسيقى فرخ نحنا دائما نحنا الشعب العربي دائما عندنا الكبت أساسيات بحياتنا يعني فاليوم من خلال حضرتك يعني كيف بتشوفي هدول الأشخاص كيف قادرين نقنعهم أنه اليوم يغيروا نظام تفكيرهم بالشيء من السلبي للإيجابي أولا أنا حط ببالي أنه الحياة رح تستمر الحياة آجلا أما ستمضي وحط إيمان وثقة برب العالمين لأن الإيمان واليقين والتسليم هني أساس الخروج من هذه الحالة ما لي غير أني أنا اتقيد بالمشاعر الإيجابية أنا ما عبقل حط موسيقى ولعب أكيد لا ومنها صعبة منها سهلة أبدا على الأسهل اللي ما بيحس فيه غير صاحبه مثل ما بيقول أبدا لكن لازم يكون عندي تسليم وبعدني عبقل لك لازم يكون تسليم لازم يكون عندي نوع من اليقين لأنه إذا أنا ما كنت تواثقة أنه هاي الظروف رح تتغير وأنا عندي إيمان برب رح يصير عندي إكتئاب حتى حتى يصير عندي إحباط الوسيلة الوحيدة إني سلم وقت بسلم وبعيش التوازن لأنه إذا أنا ما توازنت ورجعت للأساس ولرب العالمين رح ربي يعطيني أكتر وأكتر نحن بدورنا وقت نحن عم نقعد نقول معانا وألم وألم عم نعطي طاقات للكون أكتر رح يرد الكون علينا بطاقات سلبية أكتر وأكتر رح تزداد لا خلي عنا يقين خلي عنا مثل ما بيقولوا إيمان برب العالمين لأنه هذا الشيء رح يخلينا نفقد الثقة بنفسنا وبالي حوالينا وبحياتنا وصير حياتنا سودوية لا خلي عنا إيمان خلي عنا إيمان كون حضرتك ذكرت موضوع قلة الثقة بالنفس أو ضعف الثقة بالنفس كيف ممكن نعرف هذا المفهوم وكيف نحن ممكن نقوي ثقتنا من نفسنا طبعا بتعرفوا أنت نتيجة الظروف اللي نحن مرينا فيها ونتيجة هالأشياء اللي عبتمر فيها عبستور طلابنا والناس بشكل عام والحياة فاقضين الثقة ما عد عندهم حتى بصيص أمل معلش خلينا نقول لكم الثقة بالنفس بتنطلق من ذاتك من جوا وقت أنت بتكون مؤمن بقدراتك أحلامك قراراتك إمكاناتك خلينا نقول الثقة هي العمود الفقري اللي بترتكز عليه شخصيتك الثقة هي أنك أنت تكون واثقة بنفسك وإذا ما كنت واثقة بنفسك فستعيش حياة بائسة العالم ما رح توسق فيك إذا أنت ما وثقت بنفسك نتيجة هاي الصدمات والشدائد اللي مرنا فيها والضغوطات نتيجة البيئة نتيجة المجتمع نتيجة الأسرة رح ينكسر هذا الإنسان ورح يقع تحت أزمة قلة الثقة وبالتالي رح يكون محبط تماما لا الثقة كتير مهمة بحياتنا الثقة مهمة هي سر النجاح الثقة تعطيني تغيير والتغيير يعطيني نجاح وقت بكون أنا عندي عزيمة وعندي إصرار مهما كانت الظروف طلع من مثل ما بيقوله طلع من منطقة الراحة ما كحق كل شي ع الظروف إذا أنت بدك تستنى الظروف لتتغير ما رح تتغير غير حتى تتغير الحياة بس تغير أنت من جوا رح ينكس هذا الشي لبرة خليني يغير أنا من جوا خليني يعيد هي الثقة لنفسي من جديد أكيد في تقنيات كتيري أنا بقدر أنا أقدمها لنفسي أول شي امنح محبة لذاتي واخد منح محبة لذاتي وبعرف نقاط ضعفي وبعرف نقاط قوتي وبقوية وبغير هذا الحديث السلبي والله أنا محبط والله أنا ما رح يطلع معي وأنا هي الصورة الذاتية ليومياً عم نعيشها يلا ما بدنا ننجح ما بدنا ندرس ما بدنا هي كلها صورة ذاتية عبي ازداد الكون بيبعتلك أكتر وأكتر وأكتر منه خلينا نحسن عداكي عن هيك إنه دائماً هنه تأثير بالآخرين طب ليش أنا عبي صير معي أنا هيك ليش غيري ما عبي صير عم قارن حالي هذا كلها ياتو بضع في الثقة بالنفس وبأثر عليه بتأثر بكلام العالم والله ليك هلق صار يفهم صار يدرس صار كذا أنا ما بدي تأثر اللي الإنسان اللي لازم تأثر فيه هو أنا اللي لازم تقارن فيه نفسي هو أنا حط حلم هيك بسيط كافي أحالي غير شكلي يعني أقل شي بقدر بعمله غير شكلي غير من مظهري لعب ابتسم ابتسامي لحالة حط لو ما بتقدري ابتسمي ابتسمي خلي عندي أمل الأمل هو أهم شي خلينا حط محبتي مع محبتك خلينا نطلق لهلكون محبة سلام وثقة وأمان دائما مفهوم المحبة هو المفهوم العفوي والفطري الموجود بحياتنا واللي دائما منحاول هيك نصدره للأشخاص اللي حوالينا ودائما الأشخاص اللي حوالينا هنهن العامل الأساسي بيكسب هاي الثقة وبيهدم هاي الثقة ودائما نحن منقول التراكمات اللي ما رأنا فيها بحياتنا هل نحن اليوم قادرين نفرغها بالشكل الصح نتجاوزها وممكن هي أهم مشاكلنا النفسية أنه نحن في تراكمات في حياتنا ولكن نحن اليوم ما قدرنا نتخلص منها فبتلاقي في أشخاص نيربين بيقول لك أنا بقمة ساعاتي أنا حزين فنفسيا بيقول لك تراكمات في تراكمات أنت ما قدرت التعاملين معها صح فنحنا اليوم هيك من خلال هذا الكلام الحلوي اللي سمعنا من حضر ديك نتمنى تكون هيك ورجحنا رسالة كل الأشخاص اللي عم تشوفنا أنه دائما بالصبر والإيمان والتسليم والثقة بالنفس نحن قادرين نتجاوز ودائما بطاقة الحب نحن قادرين أيضا نتجاوز هذه المحنية اللي عم نعيشها وشوفنا كيف كان الحب على الأرض السورية بالأيام الماضية كيف اليوم كيف كان وقت وحدي وكيف صدرنا هذه الطاقة وهذا الحب شكرا اليوم لحضورك وشكرا لكل المعلومات لدكاتية طاقة المتنان تكفي وطاقة محبة شكرا لإلك شكرا كثير إلك وأهلا وسهلا فيك أما هلأ رشا وصلنا لختم صباحنا غير وإطمنا لك بإنهار ظريف إلك والعائلتك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية يا ربئية هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والراحة البال والرزق والسوريين دائما وينما كانوا كونوا بألف ألف خير شكرا يا نيرمين وبأيت نهار حلو لإلك وأكيد شكرا لكل الكادر الفني اللي رفقنا بصباحنا لليوم ودائما أمنياتنا نحن السوريين وحدة بالخير والرضا وجبران الخاطر وتحملنا الأيام الجاية تكون أيامنا تعوذية عن الشيء اللي راح ويا رب الصبر من عندك كونوا بألف خير إلى اللقاء باي باي